موسيقى المسائية من الميادين سلام الله عليكم وإلى عنوين ملفات الليلة موسيقى ظاهرات احتجاج والسنكال في السعودية والعالم بعد تنفيذ المملكة حكم إعدام الشيخ النمر مخابة يلقي بظلاله على أبناء الأمة الإسلامية بفتنة جديدة هيئة إفتاء أهل السنة في العراق تحمل السعودية مسؤولية إذكاء الفتنة وإجماع على أنه إعدام بقرار سياسي موسيقى حزب الله يحمل واشنطن مسؤولية الأعدام انتهر أن تستدعي القائمة بالأعمال السعودي ووزير الخارجية الإماراتية يعتبره رسالة إلى المتطرفين والإرهابيين موسيقى أثار تنفيذ السلطات السعودية الإعدام بحق الشيخ نمر النمر أبرز رجال الدين الشيعة في السعودية جملة تساؤلات هل كانت الأسباب سياسية داخلية أم متصلة بسياسة المملكة الإقليمية ولماذا حشر الشيخ النمر مع نحو أربعين عنصرا من القاعدة متهمين بالإرهاب تنفيذ الأعدام تبعه إعلان التحالف السعودي انتهاء الهدنة في اليمن واعتبره وزير الخارجية الإماراتية عبدالله بن زايد رسالة إلى المتطرفين والإرهابيين الاتحاد الأوروبي عرب عن قلقه البالغ فيما تلقت معظم المواقف على وصف ما جرى بأنه اغتيال بقرار سياسي يؤجج الفتنة بحسب ما قالته هيئة إفتاء أهل السنة في العراق وهيئة علماء المسلمين في لبنان ومن إيران اعتبر الحرس الثوري أن عقم السياسة الداخلية والخارجية وهزائم السعودية في المنطقة هو سبب ارتكاب جريمة إعدام الشيخ النمر التذاعيات السياسية لإعدام الشيخ النمر ستكون محور المسائية الليلة ولكن نتوقف أولا مع موجز للأخبار شكرا لك كمال أهلا بكم مشاهدينا أعلنت الفاتيكان اعترافها رسميا بفلسطين دولة مستقلة ودعمها للحال السلمي القائم على المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين الفاتيكان قالت أن الاتفاق الذي وقع في نهاية حزيران يونيو الماضي بين الفاتيكان وفلسطين يدخل حيز التنفيذ بعد توافر جميع الشروط لذلك وتتحدث الوثيقة التي تتضمن تفصيلات خاصة بوضع الكنيسة الكاثوليكية داخل فلسطين صراحة عن دولة فلسطين وتؤكد الوثيقة فضلا عن ذلك على دعم الحل السلمي للوضع في المنطقة القائم على المفاوضات ودعت مدينة الخليل 17 شهيدا من أبنائها سقطوا برصاص الاحتلال وكانت سلطات الاحتلال تحتجز جثامينهم لعدة شهور تخلل التشييع مواجهات بين المشيعين وقوات الاحتلال خصوصا في بيت أمر الأضراب الذي دعت إليه حركة فتح عما مدينة الخليل اليوم إضافة إلى عدد من بلدتها حدادا على أرواح الشهداء قتل عدد من المسلحين وجرح آخرون خلال اشتباكات مع الجيش السوري في حي جوبر شرق دمشق بحسب مراسل الميادين مراسلنا أشار إلى أن الاشتباكات تدور بوتيرة متقطعة بين الجيش السوري ومجموعات المسلحة جنوب مدينة الشيخ مسكين في ريف درع الشمالي وأضافا مدفعية الجيش السوري قصفت مواقع المسلحين في بلدتي داعل وإنخل في ريف المحافظة أفاد مراسل الميادين في العراق بأن داعش قتل ثمانية وثمانين شخصا من أبناء عشيرة الجبور في قرية الحود جنوب المسل كانوا أفرادا سبقين في الجيش العراقي والشرطة مراسلنا أكد أن عملية القتل جاءت بذريعة التعاون مع القوات العراقية وتخطيط لطرد عناصر داعش من القرية أعلنت جماعة الشباب الصومالية مسؤوليتها عن الهجوم على مطعم في العاصمة الصومالية مقديشو انتحاري كان قد فجر نفسه داخل المطعم الواقع قرب القصر الرئاسي ما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص على الأقل إشارة إلى أن المطعم يرتده مسؤولون حكوميون وصحفيون محليون ورجال أعمال ختام الموجز وعودة إلى كمال لمتابعة المسائية وفاء شكرا جزيلا أعلنت وزارة الداخلية السعودية أعدام رجل الدين الشيعية الشيخ نمر النمر بتهم وصفتها الداخلية بأنها تتعلق بالأرهاب بيان للداخلية أشار إلى أن أعدام الشيخ النمر نفذ مع 46 محكوما آخرين وعقال البيان أنهم ضالعون في سلسلة هجمات نفذت ضد المملكة 46 نمر باقر أمين النمر سعودي الجنسية 47 نمر سهاج زيد الكريزي سعودي الجنسية حيث ارتكب المذكورون الجرائم التالية أولا اعتناق المنهج التكفيري المجتمل على عقائد الخوارج المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة والانتماء لتنظيمات إرهابية وتنفيذ مخططاتهم الإجرامية ثانيا استهداف مقر الأجهزة الأمنية والعسكرية ثالثا سعيهم لضرب الاختصاد الوطني والإضرار بمكانة المملكة وعلاقاتها ومصالحها مع الدول الشقيقة والصديقة والدعوة لإشاعة الفوضى والتحريض على أعمال العنف والتخريب أعدام الشيخ النمر أرخى بظلاله على المشهد الأقليمي وهو حدث يتزامن مع خطوات سعودية تصعيدية كان هائل هدنة في اليمن والأعلان عن تحالف استراتيجي مع تركيا في لحظة أقليمية الحرجة قراءة في أسباب أعدام الشيخ النمر وتداعياته في تقرير لمحمد محسن بأعدامها المعارضة السياسية الشيخ نمر النمر ترسل السلطات السعودية إشارات واضحة بشأن مضيها في التصعيد داخليا وأقليميا وخلفها حلفاء كانت الإمارات أكثرهم مضوحا في تعليل القرار وفق وزير خارجيتها عبدالله بن زايد ألنهيان الذي اعتبر ما جرى رسالة واضحة من المملكة ضد الإرهاب ومثير الفتنة القرار السعودي منسجم مع نهج المملكة خلال السنوات الأخيرة تجاه الأزمات الإقليمية حيث لم تفرد بعض شروطها في غير حرب تتدخل فيها مباشرة أو عبر حلفاء تزامنا مع أعدام المعارض النمر أعلنت قوات التحالف السعودي إنهاء الهدنة في اليمن التسوية هناك لم يحن أوانها بعد وفق تقويم المصالح السعودية بالرغم من أن حرب اليمن أورثت المملكة عجزا اقتصاديا وسجلا في قتل المدنيين له وقع أكبر من انتصارات ميدانية محدودة يداوي موزير الخارجية عادل الجبير على لهجة تصعيدية تتجاهل الجهود العريضة لبناء هيكل التسوية السورية مواقف حادة غير مبنية على انتصارات ميدانية إذ يعد مقتل قائد جيش الإسلام زهران علوش خسارة سعودية في الميدان السوري تضاف إلى فشل حلفاء الرياض في الغوطة والجنوب السوري بالوصول إلى دمشق هو فشل مطابق لفشل مشروع آخر شمالا لا منطقة أمنة أرادتها تركيا مرارا بالشروط الميدانية الحالية سوريا وعراقيا لا حصة توازنة للسعودية توازي حجم انفاقها في الحربين التقدم على الأرض في الأشهر الأخيرة ليس لحلفاء الرياض ولا أنقرة وهنا يبرز الحلف الأخير بين البلدين كإشارة تصعيدية أخرى في المنطقة يجمعهما تنافر مع إيران وروسيا هو في وجهه الآخر مصالح مشتركة في سوريا والعراق التسوية إذن وفق هذه الوقائع ليست في صالح السعودية منذ بدء ما يعرف بالربيع العربي أخذت الرياض جانبا ضد آخر في البلدان التي ما زالت متأزمة ومع حربها على اليمن لم تعد الرياض عاصمة تطبخ التسويات في المنطقة صارت عاصمة مواجهة وإعدام النمر قد يستدرج مواجهة تشتت أجواء تسوية لا ترضاها المملكة ولذلك هي تصاعد في مختلف الجبهات أعدام الشيخ النمر بطبيعة الحال له الكثير من الأبعاد على المنطقة سنراجعها مع ضيوف المسائية هذه الليلة معي هنا في الستوديو رئيس جماعة علماء العراق فضيلة الشيخ خالد الملة أسعد الله مسائك فضيلة الشيخ أيضا معنا من مدينة صيدة جنوب لبنان رئيس الاتحاد العالمي العلماء المقاومة وإمام مسجد القدس في صيدة فضيلة الشيخ ماهر حمود معي أيضا من شيكاغو أستاذ علم الاجتماع والدراسات الدولية في جامعة ويسكنسون الدكتور سيف دعنا أرحب بكم جميعا ضيوفي فاضل وأبدأ معك شيخ خالد الملة من هذا الحدث يعني وصفه البعض بأنه اغتيال سياسي ما جرى اليوم عندما يعدم رجل دين بسبب مواقفه السياسية المطالبة بحقوق مطالبة بإصلاحات بهذه الطريقة كيف ترون تنفيذ هذا الحكم بالشيخ نمر النمر وأيضا ماذا يترك من تداعيات على الجسم الإسلامي عموما بسم الله الرحمن الرحيم تحية لك والضيوف الكرام والأستاذ المشاهدين نعتقد هناك سلسلة من القضايا المؤقدة التي تجابي هنا أو نلاقيها حين الحديث في مثل هذه القضية علينا أن لا نتصور أن حكومة صدرت قرارا بإعدام رجل دين أو إنسان أو مواطن كما قال البعض اليوم هذا شأن داخلي الأمر أكبر من ذلك هناك عدة وقفات يمكن أستطيع أن أقب بها بعناوين سريعة جدا واحدة هكذا أشم رائحة الدفع إلى الفوضى بالمنطقة أكثر مما نشهدها العراق منذ 12 عاما يعيش فوضى عارمة والناس يستصرخون ولا أحد يستمع بعدها سوريا بعدها محاولات على لبنان اليوم اليمن كما ترى هنا وهناك ذات اليد هي التي تحرك هذه الأدوات الأمة الإسلامية قبل أيام لم ينتهي هذا الأسبوع أسبوع الوحدة وأسبوع المودة وأسبوع الوئام بسبب مولد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تثار هذه القضية لتنزل إلى الجمهور نعم اليوم هو قرار صدر لكن بالتالي الأمة الإسلامية الجمهور الإسلامي وأنت رجل إعلامي ومتابع انظر ماذا يكتب في تويتر انظر ماذا يكتب في الفيسبوك انظر ماذا يقال في شاشات التلفاز إذن هناك محاولات لتصعيد إعلامي يعني هناك واجبات سوف تلقى علينا مضاعفة أن نقف نحن كعلماء كمعممين كمشايق كخطباء لنصد هذه الفتنة لأنه لم يرد من القضية هو إعدام الشيخ النمر هناك قضية حساسة سيد العزيز لربما أنت جنابك أشرت إليها هي أن يوضع الشيخ في سلسلة قائمة من الإرهابيين أو التكفيريين أو القتل المجرمين الذين فعلا يستحقون القتل نحن لا نتعارض مع حكومة أي حكومة تقوم بإحكام الإعدام على أناس قتلة لكن أن يوضع الرجل وقضيته قضية رأي أنا أريد أن أقولها بالكلمة الواضحة تكون جدا واضحة لكل الناس القضية الوهابية التي تتلاعب عليها بعض الأياد لا تتصور أننا نعيش في زمن البعران اليوم الناس تطورت يعني لا يستطيع حاكم ولا تستطيع حكومة ولا يستطيع أحد بالدنيا كلها أن يجبر إنسانا على اعتناق دين أو مذهب الناس بالخيار اليوم السعودية إذا تريد أن تعيش ما قبل مئة عام يا أخي انتهت هذه القضية الخطيب خطيب الجامع سيدي الشيخ ماهر يعرف هذه الشغلة أكثر مني كان الخطيب يخطب بمئة شخص أو ألف شخص الآن أنا أتكلم أو سماحة الشيخ حمود يتكلم الملايين يسمعه الملايين مسألة أنه والله الشيخ النمر ينتمي للطائفة الفلانية لا بد أن يشطب الشيخ خالد الملة ينتمي إلى الطائفة السنية لا بد أن يشطب هذا أمر انتهى وولى نحن لسنا في سنة عام 1980 حينما أعدم السيد الصدر وانتهى وأقفل الملف وقبله موسى الصدر وقبله عبد العزيز البدري من علماء أهل السنة أنا أقول لا بد لوعي ليس على مستوى المجتمع المجتمع عنده وعي ويمكن الوعي كبير لكن نحتاج وعي على مستوى الحكومات النخبة الحاكمة يعني الحكومات اليوم بحاجة إلى وعي وإلا ما المصلحة حينما تخرج لك اليوم ببيان واضح وصريح باللغة العربية الفصحة هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية لتقول إن إعدام إن إعدام النمر رحمة للعباد يا سيدي اعتبرني ما عندي عاقل اليوم فهمني ما قتل هذا العالم وهذا المرجع الذي وراءه ملايين من المسلمين من الطائفة الأخرى ما هي الرحمة التي حققها المسلمون اليوم أو الناس أو البشرية من إعدام خلينا لو نتكلم كلام مفيد نافع وللناس بدأت تضحك علينا فضيلة الشيخ تسمحني أن نشرك معنا أيضا على الشيخ ماهر حمود في هذا ونسأل فضيلة الشيخ ماهر حمود أسعد الله مساءك إذا كان فعلا إعدام يعني الأسباب التي تقف خلف هذا الإعدام للشيخ النمر النمر وأيضا كما أشار الشيخ خالد الملة وضعه ضمن سلة من أربعين من المطلوبين أو من الإرهابيين للقول بأننا عدمنا كل هؤلاء الإرهابيين معا وإن كان مقتل أو اغتيال الشيخ النمر سوف يزيد ويؤجج ويصب الزيت على نار الاحتقان الطائفي الذي ابتليت فيه منطقتنا أول شيء السلام عليكم عليك السلام ورحمة الله الشيخ خالد والأستاذ الجميع أخوانا الكرام الحقيقة يعني أنا صباحا كنت لا أصدق ما أسمع نعم هناك جنون سعودي في الهجوم على اليمن هناك أخطاء سعودية كبيرة في تمويل الأزمة المذهبية وبث الكثير من القنوات التي تبث السموم بين المسلمين تحت غطاء الدعوة أو تصحيح عقيدة المسلمين وما إلى ذلك لكن لم أكن أتصور أن الغباء السياسي السعودي يصل إلى درجة إعدام الشيخ النمر واستخفاف بعقول الناس إلى هذه الدرجة خاصة عندما يقحمون القرآن الكريم والدين الإسلامي الشريف في هذه المجزرة في هذا الجنون الإجرامي عندما يقولون أنه يطبق عليه حد الحرابة وكلنا يعلم أن حد الحرابة يعني استعمال السلاح قطع اللصوص الذين يقطعون الطريق أو يقتلون أو كذا وكل الناس يعرف كل الناس يعرفون أن الشيخ النمر رحمه الله كان سلاحه المنبر والبيان والمظاهرة قد يكون بعض كلامه كبيرا قد يكون بعض كلامه لا نوافق عليه كأسلوب أو ألفاظ معينة بحق ملك أو أمير أو أي شيء ولكنه لا يمكن ولا بأي قانون ولا بأي فكر ولا بأي انحراف أن يصل إلى درجة أن يعدم كان هناك الكثير الكثير من الأساليب ومن الطرق القانونية أو غير القانونية لإيصال الرسالة التي تريد السعودية أن توصلها إلى الناس لكنها اليوم وبدون أدنى شك هذا دم حرام سفك سيرتد على من اتخذ القرار ومن نفذه كما أراك على هذه الشاشة أو كما تراني أمر يقني الله تعالى لا يسامح بهذه الدماء نحن لا ندافع عنه لأنه شيخ شيعي ونحن سنة أو لأي شيء آخر بل لأنه يقحم الإسلام القرآن ويزعمون أنهم يطبقون الشريعة الإسلامية أو القضاء الشرعي وما إلى ذلك كهذا البيان السخيف الذي سمعناه وخاصة كما تفضلتم وأنا ذكرتها صباحا أن يتعمدوا أن يكون إعدامه مع هؤلاء المجرمين زيادة في التدليس في الضحك على الناس ولكن للأسف الشديد كما قال تعالى عن فرعون استخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين هناك جمهور عريض مستعد ليصدق السعودية كيفما كانت فقط لأنهم ينتمون إلى مكان معين في المذهب يعني نكاية بالشيعة ونكاية بإيران نكاية بالمقاومة في لبنان مستعدنا أن يصدقوا هذه الأكاذيب وأن يسيروا فيها إلى أبعد حد طيب فضيلة الشيخ ماهر موضوع الرأي العام الإسلامي والعربي هذا مهم للغاية لأن هناك يبدو محاولة لجر الرأي العام العربي والإسلامي باتجاه مواجهة معينة أو باتجاه عدو مفترض للسعودية لكن اسمح لي أن أناقش أيضا المسألة من الزاوية السياسية مع الدكتور سيف دعنا في شيكاو دكتور سيف دعنا هل يمكن عندما نضع هذا الحدث هذا الإعدام في سياق السياسة الخارجية السعودية في العهد الجديد حاليا تحالف إسلامي لا أحد قال بأنه ينتمي إليه يعني ظهرت دول تقول تستيقض صباحا تجد نفسها في تحالف إسلامي قالت السعودية بأنه يضم كل هذه الدول الحرب المفتوحة على اليمن اليوم تم تعليق وقف اطلاق النار إلغاء وقف اطلاق النار وعودة القصف على اليمن والحرب من جديد يعني سلسلة من السياسات التي اتبعتها المملكة في الآونة الأخيرة الإعدام يقع أيضا في سياق هذه السياسة الجديدة للمملكة السعودية في الأقليم مساء الخير لك والدير أسعد الله مساءك بالتأكيد يعني بالتأكيد نحن نشهد منذ فترة منذ بداية عام 2015 تحديدا ليس فقط تغير في تركيبة النظام السعودي وصعود بعض الأشخاص وحيمنتهم على النظام وبالتالي تغيير السياسة السعودية بشكل ملحوظ على كل الأحوال ويبدو أن كل السياسات التي تم اتخاذها منذ عام بداية عام 2015 والصعود الملك سلمان والطاقم الجديد معه محمد بن سلمان ومحمد بن نايف أن أغلب السياسات تغازل وهذا واضح تغازل أكثر الواهبيين تطرف داخل المملكة وخارج المملكة وكأن الهدف هو الحصول على الاستمرار في الحصول على دعم هذه الجماعة المتطرفة داخل الفكر الوهابي من أجل تأمين بقاء النظام أولا وثم صعود بعض هؤلاء الأشخاص سواء محمد بن سلمان أو محمد بن نايف في جانب العدمات هذا كان واضحا يعني في عام 2014 كان عدد من تم إعدامهم في السعودية 90 شخص في عام 2015 صعد الرقم إلى 157 عملية إعدام هناك الصعود واضح بعد صعود الملك سلمان إلى الحكم والآن في يومين فقط في اليوم الثاني من العام 2016 نشهد عملية حفلة إعدام جماعي يعني كل مؤسسات حقوق الإنسان تدين ما يجري الآن قاعدة بيانات عقوبة الإعدام في أنحاء العالم وهي مؤسسة دولية على كل الأحوال تضع السعودية على قمة الدول التي تمارس هذه العقوبة ليس فقط أن السعودية تمارس هذه العقوبة ولكن حسب ما قالت أمنستي انترناشنل من نظمة العرف الدولية أن هناك توثيق أو قامت بتوثيق انتهاكات خطيرة للقانون الدولي وحتى للمثاق العربي لحقوق الإنسان الذي وقعت عليه السعودية على كل الأحوال في النظام السعودي القضائي هناك مخالفات للنظام السعودي القضائي حتى للمثاق العربي لحقوق الإنسان إذن كل هذه القضايا مترابطة التركيبة السياسية التركيبة الجديدة أو التركيبة الجديدة في الحكم السعودي قادت وهذا واضح إلى تدخل مباشر في الأزمات التي كانت السعودية أحيانا تتشارك بها بالوكالة أو عن بعد اليوم نحن أمام دخول مباشر للسعودية وهذا تتحول جدي يعني العدوان السعودي على اليمن هذا تحول جدي جدا وتحدثنا عنه على قناتكم في بداية العدوان أن هذا ليس تحول عادي أو ليست خطوة عادية زيادة الدعم للمجموعات التكفيرية في سوريا والإصرار على رغم الجو الدولي الأجواء الدولية والأجواء الإقليمية التي تسمح ببداية مصار ونجاح مصار ينهي الكارثة في سوريا السعودية لا تزال تصر وتقف في الطرف الآخر إذن هذا مرتبط كليا بطبيعة النظام الجديد الموجود في السعودية الفئة التي يغازلها هذا النظام ويحاول الحصول على رضاها وهي الفئة الأكثر تطرف في الجماعة الوهابية ونحن أمام تحول في السعود السياسي أيضا نحن بحاجة دكتور رسيف لنفهم أكثر ربما مآلات مثل هذه السياسة الخارجية على الأقليم وعلى المنطقة عموما وأيضا إلى أي حد ربما تنسجم مع الإرادة الدولية أو إرادة واشنطن لكن قبل ذلك وأيضا في هذا الملف المتعلق باغتيال الشيخ النمر في البحرين والسعودية وغيرها خرجت مظاهرات عقب الإعلان عن خبر إعدام الشيخ نمر النمر المزيد في هذا التقرير كان متوقعا أن تخرج هذه التظاهرة عقب الإعلان عن إعدام المؤارض السعودي الشيخ نمر النمر هنا أمام السفرة السعودية في لندن يدين هؤلاء الناشطون الحقوقيون العرب والأجانب على طريقتهم إعدام الشيخ النمر منظمة العفو الدولية تدين إعدام الشيخ النمر بعدما تبين أن المحاكمة تشوبها عيوب كثيرة حيث لم يثبت لدينا أن الشيخ النمر كان يدعو إلى العنف فهو في نظرنا سجين ضمير إلى إيران حيث شهد محيط القنصلية السعودية في مدينة مشهد تظاهرة حاشدة منددة بإعدام الشيخ النمر وتمكن المتظاهرون خلالها من الوصول إلى مبنى القنصلية أما في البحرين فقد خرجت تظاهرات في قرى عديدة كالمالكية وستر ودي وأبو الصبع رفعت خلالها شعارات منددة بحكم الإعدام هذا المشهد تكرر في السعودية حيث تظاهر مناصر الشيخ النمر في القطيف وأطلقوا شعارات منددة بإعدامه من دون الإفادي بوقوع إصابات بين المتظاهرين عودة من جديد إلى ضيوف في فضيلة الشيخ خالد الملة فيما يتعلق بالعراق هناك تصريحات وردة فعل جاءت من العراق على إعدام الشيخ النمر الحكومة بعض النواب العراقين لكن ما يلفت النظر في السياسة السعودية تجاه العراق هي عودة تقريبا العلاقة بين الرياض وبين بغداد بعد أن تم إزاحة نوري المالكي عن رئيس الحكومة وتعيين العبادي كان هناك نوعا من الرضا السعودي عن هذا التغيير في العراق لكن ما يلفت النظر فعلا بأنه في وقت تتوتر فيه العلاقة بشكل كبير بين العراق وبين أنقر على خلفية إدخال الجنود والكتيبة التركية إلى بعشيقة محيط الموصل والعراق يستعين بالعرب عبر الجامعة العربية ومجلس وذهب إلى مجلس الأمن تأتي الرياض لتعقل تحالف استراتيجي مع تركيا وتستقبل رجب طيب أردغان وكأنه بدأ ذلك رسالة للعراق أو أن موضوع العراق والدخول التركي ليس له أولوية فيها السعودية وكأنه بدأ وكأن الموضوع له بعد عراقي أو همش الموضوع العراقي كيف ترى هل يمكن أن تعيد هذه الأحداث العلاقة بين العراق وبين السعودية إلى المربع القديم التوتر وتبادل اتهامات؟ شوف سيد أنا أوضح لك أمر مهم العراق ليس الآن يسعى إلى أن تعود العلاقات العراقية السعودية أو السفارة السعودية إلى بغداد وهذا ليس من باب الدفاع عن الحكومات المتعاقبة العراقية وإنما أول زيارة قام بها رئيس الوزراء في دورته الأولى سيد المالكي هي زيارة المملكة العربية السعودية أول بلد عربي يزوره هو السعودية لكي يفتح الأبواب لكن المملكة العربية السعودية لن ولم تعترف نحن نتمنى أنا كعراقي لو تسألني أقول والله أتمنى أن تعود هذه العلاقات في عام 2013 أعتقد حضرنا مؤتمر أنا حضرت مع نائب رئيس الجمهورية مؤتمر القمة الاقتصادية في الرياض وطلبنا من ولي العهد الملك الحالي طلب نائب رئيس الجمهورية أن تفتح السفارة وقال له بالنص نحمي السفارة بما نحمي به أنفسنا يعني سفارتكم في أمان إذا كان الأمر يتعلق في القضية الأمنية لكن أنا أعتقد هناك أجندة أكبر من ذلك أجندة لا أريد أن ندخل في أعماقها لكن هي لا تخلو من الأجواء الطائفية للأسف قلت لك منذ فترة قلت لك البعض مننا لا يزال يفكر قبل مائتين عام هذا التفكير يا سيدي لا بد أن نتعدى أنا أنت ما زال ذكرتني الوضع العراقي وأنت تتكلم عن وضع الشيخ النمر أنا أذكرك أنت رجل إعلامي وفطل لهذا الأمر كم عالم دين من أهل السنة في العراق حرض بفتاوى صريحة على قتل الجيش العراقي والشرطة العراقية بل بعضهم كان جزء من السيارات المفخخة التي قتلت الآلاف لكن الحكومة العراقية ليس خوفا أو تراجعا وأنا لست مدافعا عن الحكومة العراقية لكن أنا عراقي أقول لك هناك من العلماء البارزين الذين صدروا فتاوى واضحة بقتل الجيش العراقي والشرطة العراقية والموظفين العراقيين الآن هم يعيشون في بغداد بأمن وأمان يعيشون في كردستان القصد لو سألت المسؤول الحكومي العراقي لماذا قال لك الموضوع فيه حساسية هذه حساسية مذهبية غدا أنا لما ألقي القبض على الشيخ خالد الملة لأنه صدر الفتوى بكذا وكذا سوف يقال هذا استهداف لأهل السنة وندخل في مشكلة وسكتوا عن مئات يعني لو البيان الذي أشار إليه الشيخ حمود لو البيان هذا البيان السعودي لو يطبق على العراق والله ما تبقى عمه ما تبقى عمه يعني هذه العمائم التي حرضت على قتل العراقيين إذن ما تبقى إن كانت عمه شيعية أو عمه سنية وبالتالي لو المقاسات تقاس نقيس الأمور بمقياس واحد ما زلنا نتحدث بالقرآن والسنة أو نعطيها صبغة إسلامية وبالتالي نضل للناس وندلس على الناس كما دلسنا حينما وضعنا اسم الشيخ النمر دعني أكون أنا عالم أو شيخ سني أتحدث في قناة الميادين اليوم أريد أن أكون إنسان ليقوم الناس بالقصط ما قال الله عز وجل ليقوم المؤمنون أو ليقوم المسلمين وإنما قال ليقوم الناس كل الناس بالقصط يعني بالحق اليوم الضمير الإنساني لابد أن يتحدث اليوم لما الضمير الإنساني يتحدث غدا لو أي جهة كانت حكومية أو منظمات أخرى تعتدي على عالم سني لوجدت بنفس الحرارة الكل ينهض الذي يراد لنا أن نتقاتل فيما بيننا سنة وشيعة لكن يمكن اليوم بجهود مضنية جهود متعاقبة نحول هذا المجتمع الأمة الإسلامية التي يراد لها أن تتقاتل بسبب ذبح الشيخ النمر لا بد أن نحول هذه المعادلة إلى تقارب حقيقي لنقول هذا باطل نحن ضده نسأل فضيلة الشيخ ماهر حمود أيضا في صيدة موضوع الازدواجية الذي ذكره الشيخ الملة يعني واضح بأنه يعدم هنا مثلا معارض للنظام أو للنظام الحكم في السعودية لأنه معارض أو أعطى رأيا معارضا نظام الحكم يدعو لإسقاطه لرحيله إلى آخره وينتقده بينما يكرم مثلا المعارضين لدول أخرى مثلا المعارضين السوريين الذين يطالبون برحيل النظام في سوريا تدعمهم السعودية لأنهم يطالبون بدولة ديمقراطية وحرية والآخرين هذه الازدواجية وهذا الخطاب شيخ ماهر حمود هل هذه التصرفات ستجر أو تستطيع أو إلى أي مدى تستطيع أن تجر السنة مع اعتذارنا لكلام بهذه الطريقة السنة لمواجهة مع الشيعة يعني لا تقرأ إلا لها هذا البعد إلى أي حد هذه التصرفات تجر العرب أو تشد عصب العرب لمواجهة إيران أيضا لأنه كل شيء يتم الآن يعني يقال بأنه يقال للعالم العربي وللرأي العربي أننا نستادف إيران نغزو اليمن نستادف إيران سوريا نستادف إيران نعدم الشيخ النمر نستادف وبالتالي يتم شد العصب إلى أي حد يمكن فرض هذه الرؤية من وجهة نظارك يعني للأسف الشديد هذا الذي يراد وهذا الذي يعمل له وسببه ليس كون الشيعي شيعي يؤمن بولاية علي أو بعصمة لأمة أو أن السني كذا أو كذا الموضوع باختصار أن إيران منذ سبع وثلاثين عام اتخذت طريق مواجهة السياسة الأمريكية ودعمت المقاومة في لبنان وانتصرت ودعمت المقاومة الفلسطينية وانتصرت ودعمت صمود سوريا في وجه المشاريع الأمريكية واستطاعت هذا هو الموضوع لو أن الآن إيران تصبح كإيران الشاه لا سمح الله لو أن حزب الله في لبنان قبل العرض الأمريكي بأن يترك فلسطين والقدس والشعارات الكبرى ويكتفي بما حققه ويستلم لبنان سياسة كما طلب أو كما عرض الأمريكيون على سماحة السيد حسن نصر الله لو أن الشيعة يغيرون الموقف السياسي لصدرت دار الإفتاء السعودية اليوم قبل غد لصدرت قرار يشبه فتوى الشيخ شلتوت التي صدرت في الستينات أنه يجوز للمسلم أن يتعبد على مذهب الإمام جعفر الصادق على المذهب الإمامي الموضوع موضوع مقاومة موضوع مواجهة السياسة الأمريكية في المنطقة هذا هو لب الموضوع وهم يكذبون على الناس ويدلسون عليهم وللأسف هناك الكثيرون من البسطاء وكنت أظن أن بعض علماء الدين أو بعض المثقفين في منأة عن هذه الفتنة ولكنهم ولغوا فيها ودخلوا فيها بل أصبحوا جزءا منها تصور أن البعض في لبنان فقط لمذهب لموقف سياسي محد يشكك في شهادة سمير القنطار وهو البطل في وجه إسرائيل ويصبغ صبغة الشهيد على زهران علوش وهو الذي قتل المدنيين واعتقل النساء وما إلى ذلك وقاتل شعبه وقاتل جيش شعبه إلى آخره الحمى المذهبية في أوجها ويعني لو لا أننا نؤمن بأن الله قدير ولولا نؤمن أننا نؤمن أن الله هو رب هذا الدين وسيصلحه وسيجدده لألقينا السلاح ولأعلننا اليأس من هذه الأمة ومن علمائها ومن جمهورها الكبير ولكن بإذن الله تعالى كما قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمة ظاهرين على الحق لا يضرهم من خلفهم نحن نقول بملء الفم ونحن سنة نتمسك بمذهب أهل السنة بكل ما فيه ونناقش الشيعة علميا ونحاججهم إذا إلزم الأمر نقول بملء الفم نحن على الموقف الحق الصحيح والآخرون هم على الباطل نحن على منهج محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام والإمام الشافعي وأبي حنيفة وسائر الأئمة نحن الذين نمثل الإسلام بموقفنا أما السعودية فلا تمثل إلا جزءا من الموقف الجاهلي وهؤلاء المذهبيون وهؤلاء الذين يدعون أنهم ثورة في سوريا ليسوا إلا جزءا من الجاهلية التي نهان الله تعالى عنها أيضا هؤلاء الذين يكفرون ويقتلون ويفجرون ليسوا إلا خوارج مرق من الدين كما يمرق السهم من الرمية نقول وبكل ثقة سنبقى على هذا الموقف ثابتين حتى يمكننا الله تعالى من تغيير دفة التاريخ لأن التاريخ يسير اليوم في غير الطريق الذي يريده الإسلام وهذا الحجم المذهبي هذه الحمى المذهبية هي مفتعلة موجود خلاف مذهبي موجود طينة لهذا الخلاف المذهبي ولكن حجمه قد لا يتعدى 20 أو 30% الآن موجود في حدود التسعين في المائة هذه التسعون بالمائة أو خمسة وتسعون بالمائة مفتعلة بمال أمريكي بقرار إسرائيلي وبتنفيذ سعودي هذا يجب أن يكون واضحا عند الجميع عند الجميع نحن نقول كما أمرنا الله على طريق الأنبياء ندعوهم إلى الحق ولكنهم كما قالوا لنوح عليه السلام وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا إيران المقاومة إيران المقاومة محور المقاومة تمثل على الصعيد السياسي والجهادي الإسلام بكل ما فيه وأما المذهب الفقهي السني الذي نعتقد أنه الأصح فهو معطل اليوم لا يمثله إلا متأمركون كالسعوديين أو تكفيريون كالخوارج الجدد تسمح لي وأيضا بقيت الضوف أنا أتوقف مع فاصل قصير وأعود بعده مباشرة لدكتور سيف دعنا أيضا لنكمل في فهم طريقة التصرفات للمملكة السعودية السياسة الخارجية السعودية وتأثيرها على المنطقة بشكل عام بعد الفاصل مجددا حياكم الله السعودي الحليف الأساسي للولايات المتحدة والدول الغربية تمارس سياسات لا تتفق مع القوانين الدولية ومع مواثيق حقوق الإنسان في هذا التقرير تداب السلطات السعودية على توجيه اتهامات إلى الأفراد لمجرد ممارستهم سلميا حرية التعبير في خرق لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان المادة الثانية وثلاثون من الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي وافقت عليه السعودية تضمن الحق في حرية الرأي والتعبير الفنانين المشاركين كانوا 24 فنان من مختلف مناطق المملكة الشاعر الفلسطيني أشرف فياض محكوم عليه بالأعدام لترويجه أفكارا إلحادية فيما المدون السعودي رائف بدوي محكوم بالسجن عشر سنوات وألف جلدة لمخالفته قوانين التكنولوجيا والإساءة إلى الإسلام سجينا الرأي هذان ليس فقط من يترجمان على الأرض مخالفة المملكة العربية السعودية حقوق الإنسان أحكام الأعدام المتوالية ليست إلا وقائع جديدة تضاف إلى سجل انتهاكات حقوق الإنسان السعودي الطويل بحسب منظمة العفو الدولية فقد أعدمت المملكة أكثر من 152 شخصا عام 2015 وهو العدد المسجل الأعلى منذ عام 1995 ويتم تنفيذ الأعدامات وعقوبات أخرى بحق المشتبه فيهم من دون اتخاذ ما يكفي من الإجراءات القانونية بالرغم من أن السعودية تستند إلى الشريعة الإسلامية لتطبيق حقوق الإنسان الرياضة التي تتعرض لانتقادات لذعة متعلقة باتهاد الأقليات الدينية والعرقية والنساء تنفي حكومتها وقوع أي انتهاكات رغم قيام مجموعات مختصة بحقوق الإنسان مرات عديدة بالتعبير عن قلقها على وضع الإنسان في البلاد ويستمر المسؤولون السعوديون في رفض تسجيل الجمعيات السياسية والمعنية بحقوق الإنسان وهو ما يعرض أعضاءها للملاحقة القضائية بتهمة الخروج على ولي الأمر وإنشاء منظمات غير مرخصة وتؤكد هيومن رايتس ووتش أن المعتقلين يواجهون انتهاكات لحقوقهم في إجراءات التقاضي السليمة والمحاكمات العادلة بما في ذلك تعرض للاحتجاز التعسفي والتعدي بوسوء المعاملة عودة من جديد إلى ضيوفي دكتور سيف دعنا تصور أنك تكلمت تحدث في مدخلتك السابق عن الجانب الحقوقي أيضاً عدم القضاء وهذه المثالب في الحكم على الشيخ النمر وآخرين من المعارضين لكن فيما يتعلق بالسياسة الخارجية دكتور يعني السعودية ترى نفسها من وجهة نظرها بأنها تدخل دائرة الفعل عبر سياسة الحسم والحزم في المنطقة أنها الآن تتحول من دور ثانوي إلى دور متقدم جداً وفاعل في كل ملفات المنطقة تعمل تحالف إسلامي علاقة استراتيجية مع أنقرة تتدخل في اليمن لترتيب الأوضاع هناك لها ضلع الآن في المفاوضات السورية وغير ذلك وهناك من يرى بأنها تتخذ سياسة متهورة تؤدي إلى انتحار في نهاية المطاف كيف ترى المسارين معاً أيهما ترى أقرب الآن إلى الواقع المعاش في المنطقة يعني الواقع يقول بوضوح أننا أمام نظام مأزوم جداً وليس فقط نظام يعاني أزمة لأن السعودية قامت بسلسلة من الممارسات والخطوات على الأقل منذ عام 2015 إذا لم يكن من قبل ولكن تحديداً في العام الأخير قامت بسلسلة من الخطوات كان أهمها العدوان المباشر على اليمن تغيير حتى طريقة التدخل في سوريا يعني في البداية كان الملف السوري من دول الخليج بيد قطر ثم قامت السعودية بتسلم من قطر لاحقاً وبالتالي أصبح الملف السوري في يد السعودية بدل قطر عدوان مباشر وتدخل مباشر على اليمن في العراق طبعاً هناك أيضاً تدخل مباشر في كثير من التفاصيل العمل في العراق وللأسف وطبعاً حتى في لبنان أيضاً وفي فلسطين سأضيف أيضاً كذلك في كل مرة تدخلك فيها السعودية تحديداً في اليمن تحديداً في اليمن كانت النتيجة كارثية لهذا التدخل يعني في اليمن نحن نشهد دولة وعلى كل ربما مواطن في الجزيرة العربية أن يسأل نفسه لماذا ينفق نظام الحكم أكثر من ستين مليار دولار في السنتين الماضيتين على التسلح ولا يستطيع أن يحسن معركة ضد اليمن الفقيرة وغير المسلحة بأعقد الأسلحة والتكنولوجيا إذن هناك فشل ذريع جداً في سوريا هناك فشل ذريع في اليمن هناك فشل في العراق هناك فشل في لبنان حتى أن السياسة السعودية أصبحت فجة لدرجة أن تعاطيها متحلفهم مع الكائن الصهيوني واللقاءات يعني أوريدور أحد مستشاري ناتنياهو كان في السعودية قبل فترة وكان يتحدث من على منابر سعودية حتى هذه السياسة أصبحت فجة بهذه الطريقة إذن كل ما قام به نظام الحكم الجديد في السعودية على الأقل في العام الأخير كانت نتائجه كارثية وهذا يزيد في أزمة النظام وكل مرة النظام يحاول الخروج من أزمته بالقيام بخطوة جديدة يرتد عليه هذا بشكل آخر وهذا اغتيال الشهيد نمر اليوم سيؤجج سيصاعد من أزمة النظام ولن يحل أزمة النظام ربما سيقود إلى رضا بعض المتطرفين جدا حتى في الحلقة الوهابية ولكن غالبية العالم الإسلامي يستنكر يستنكر مثلا فقهي فليبقى في دائرة الحوار والنقاش ولا يكون بالدم وبالسلاح وبالسيف ولكن أنتم والشيخ خالد الملة وآخرين أنتم فقراء يعني أنتم لا وسائل ولا حيلة لديكم الخطاب الآخر لديه وسائل الإعلام لديه المال لديه الجيوش لديه نخب تسوق له لديه كل شيء وبالتالي لن يكون لكم أي تأثير كما يعني يرى البعض لن يكون لكم أي تأثير على الشارع العربي والإسلامي باتجاه الوحدة والتآخي ونبذل خطاب الطائفي الخطاب السائد هو انقسام والاقتتال نعم هكذا تبدو الصورة بالمناسبة الأخ الشيخ خالد الملة هو عضو هيئة الرئاسة في الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة الذي لي شرف أن أرأسه فنحن شيء واحد في الموقف سيد الكريم نعم هكذا الصورة تظهر ولكن لنا أسوأ حسنة بالأنبياء ونحن نسير إن شاء الله على نهجهم عندما أمر الله تعالى إبراهيم عليه السلام أن يؤذن للحج في واد غير ذرع قال يا ربي من يسمعني هنا قال الله الله أن تأذن وعلينا البلاغ نحن علينا أن نقوم بالواجب الشرعي أما التبليغ الحق الذي نحمله بإذن الله تعالى كموقف وكتوضيح لرسالة الإسلام فهذا إن شاء الله تعالى يثمره الله في وقته وفي زمانه ونحن الآن أفضل بكثير من سنتين أو ثلاث سنوات مرت نحن رأينا في لبنان على سبيل المثال أن التكفريين وصلوا إلى قمة تقريبا ثم انحسروا تماما وأصبحوا نزلاء السجون أو قتلى وأيضا في سوريا الوضع أفضل بكثير الوضع في ليبيا أفضل الوضع في مصر أفضل الوضع في العراق أفضل يعني كنا منذ أربع سنوات على سبيل المثال كنا في موضع الدفاع عن موقفنا أمام المهاجمين نحن اليوم نستطيع أن نكون في موقع الهجوم وبكل ثقة وبكل اطمئنان إلا أننا نملك الحجة الكافية من خلال التجربة التي تراكمت وخاصة في السنوات الخمس الأخيرة يعني بعد الأزمة السورية التي حملت تفاصيل حملت حقيقة يعني كل الأزمة وكل المؤامرة يعني تمحورت هناك في سوريا وكانت أبشع ما تكون يعني طبعا كما تفضل أستاذ سيف دعنا وهو تكلم كلام علمي وأتبناه كاملا يعني الموضع المحصل في سوريا فعلا كان مخططا له أن يلغينا أن يلغي هذا الخط تماما ولكننا اليوم أقوى بكثير نحن لنا أمل كبير في المستقبل وإن شاء الله في سنة قادمة أو سنتين إذا التقينا سترى تماما إن شاء الله أن وعدنا أن منطقنا سيكون أقوى وأكثر انتشارا سيكون بإذن الله أمرا واضحا شيخ خالد الملة هل ستدفع الأمة الإسلامية ثمن سياسة دولة من هذه الدول وكيف يمكن تجنب ذلك كيف يمكن أن نجنب اليوم أمة بحجم الأمة الإسلامية والعربية مخاطر ومنزلقات سياسة دولة أو أحيانا جماعة البعض يقول أسرة إلى آخره شوف ربنا جل وعلا قال واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة الفتنة حينما تأتي تأتي لربما على الجميع السنة الماضية خاصة بدأ أهل السنة يكتشفون أن داعشة اخترقت مذهبهم وهذا ما سمعته بالنص من رئيس منظمة التعاون الإسلامي في مؤتمر عقد في موسكو قبل رمضان بأسبوعين الرجل بذات لسانه قال قال اختطف الخطاب الإسلامي أي خطاب الذي كان يقصده خطاب قم والنجف كان يقصد الخطاب السن الذي اختطفته داعش حينما بدأ الجمهور السنة دعني أتكلم بالأمور أسمي الأشياء بمسمياتها فضل حينما بدأ الجمهور السنة يكتشف أن فعلا داعش لا يمثله هذه الصورة الرديئة السيئة التي تعتدي على الأزيد وعلى المسيح وعلى المسلم تفجر المساجد تفجر المقدسات تهدم القبور حينما بدأ المجتمع السني يشعر بهذه المشاعر الحقيقية افتعلت السعودية هذه الفتنة من جديد فتنة اليمن من جانب وفتنة مقتل الشيخ النمر وإلا ما تخفيه الحكومة العراقية من ملفات لو أرادت أن تظهره لكانت الكوارث يا سيدي منذ 12 عاما والله تعبنا السيارات التي يلقى القبض عليها وتدخل إلى العراق تدخل بلوحات سعودية الهويات التي يلقى القبض على أصحابها السعوديون الأموال السعودية حتى بعض الكتل السياسية في العراق تدفع لها من أموال السعودية لتخريب العملية السياسية اليوم لما يطلع لك واحد من كبار السياسيين ليقولوا ما حدث في قضية النمر هذه قضية داخلية وانتهى الموضوع هكذا ننظر ونسمي أنفسنا نحن سياسيون ونفهم الأمور أنا أعتقد المرحلة القادمة مرحلة خطيرة تحتاج إلى موقف يعني مسألة أن نضع الأياد على الكف وانتهى الموضوع لا أنا أعتقد يحتاج لعمل دؤوب نضاعف عملنا نحاول أن نخاطب الجمهور أن احترام الخصوصية موجود الشيعة شيعة والسنة سنة والأحناف أحناف والمذهب الفلاني له خصوصيته لكن لا نجعل من هذه التعددية لا نجعلها إلى ساحة ونتذابح لماذا؟ لأن المستفيد الوحيد من كل ما يجري إلى مقتل الشيخ النمر هو الكيان الصهيوني اليوم الكيان الصهيوني سيدي في مأمن افتح على تويتر افتح على الفيسبوك افتح على أي مكان من التواصل الاجتماعي هل تجد مسلما يتحدث عن إسرائيل اليوم؟ أو عن الصهيين وما يفعلونه في غزة أو في القدس؟ الكل يتحدث قال سنة قال شيعة أشغلونه ولذلك هذه جزء جزء أساسي من مؤامرة تستهدف وحدة الأمة وعلى الأمة وإن كنا ضعافا نعم نحن أنا أعترف لك أعترف لك وأمام الجمهور أقول لك نحن ضعاف لا نملك شيء أنا لم أقول ضعاف قلت فقراء لا 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 ضعاف أو فقراء لا نملك إلا لسانا نريد أن نوصل خطابنا للشيعي والسني للمسلم وغير المسلم معي دقيقة واحدة دكتور سيف دعنا الولايات المتحدة الأمريكية في ختام هذه المسائية بعيدة عن السياسات السعودية الجديدة تدعمها تتناغم معها ترفضها كيف ترى أم هناك هامش للحرية حرية الحركة للمملكة في ملفات المنطقة كما نرىها في سياساتها اليوم هناك هامش وهناك أيضا تغطية للتصرفات السعودية وأنا أدعو المشاهدين فقط نظرة إلى طريقة الإعلان عن اغتيال الشهيد النمر كان حدث إعلامي بامتياز وهذا يؤكد وجود عقلية غربية خلف ذلك ولكن لو سمحت لي خمس ثواني فضل يعني في يوم القدس الأخير خرج السيد حسن نصر الله وقال أن نحن شيعة علي بن أبي طالب لنتنازل عن فلسطين وهذا موقف عظيم لسبب أساسي أنه حدد عادة تعريف مفهوم التشيع بأنه نصر لفلسطين ومعادة للكين الصغيوني وأنا أدعو وأنا لست شيخ ولا فقيه ولكنني أدعو كل شيخ السنة أن يختدوا بسيد حسن نصر الله وأن يعلنوا أن مفهومنا للتسنن في الإسلام يجب أن يكون أيضا نصرة لفلسطين أولا وأخيرا وأن يكون عداءا وضد الكيان الصغيوني أيضا وهذا سيقود إلى وحدة الأمة إسرائيل هي العدو وفلسطين هي نقطة الوحدة شكرا جزيلا لك دكتور سيف دعنا أستاذ علم الشماء والدراسات الدولية في جامعة وسكنسون من شيكاغو أيضا أشكر الشيخ ماهر حمود رئيس الاتحاد العالمي العلماء المقاومة كان معنا مباشرة من مدينة صيدة جنوب لبنان أشكر حضورك هنا فضيلة الشيخ خالد المل رئيس جماعة علماء العراق لحضورك للسوديو المسائية انتهت في ختامها تذكير بعنوين ملف هذه الليلة تظاهرات احتجاج والسنكار في السعودية والعالم بعد تنفيذ المملكة حكم أعدام الشيخ النمر مخابة عين القي بظلاله على أبناء الأمة الإسلامية بفتة جديدة هيئة افتاء أهل السنة في العراق تحمل السعودية مسؤولية إذكاء الفتنة وإجماع على أنه إعدام بقرار سياسي حزب الله يحمل واشنطن مسؤولية الأعدام تهران تستدعي القائمة بالأعمال السعودي ووزير الخارجية الإماراتية يعتبره رسالة إلى المتطرفين والإرهابيين لمزيد من الأخبار والتقارير يمكنكم زيارة صفحة الميادين في الانترنت الميادين دوت نت وموقع الميادين بالاسبانية نسبنا لتالميادين دوت نت إلى اللقاء